يقول معلم اليوغا الكبير يوغاناندا للأفكار طاقتها الخاصة وللانفعالات أيضا طاقتها الخاصة وهي تجعلكم تفعلون أشياء وتقولون أشياء وتتصرفون بطرق معينة تجعلكم تقفزون وتتحركون بنشاط أو تتمددون بلا حراك في السرير تحدد ما تأكلونه ومن تحبون ولا تختفي الطاقة الموجودة وراء ما تحبون به إذا ما تم ضبطها أو كبتها عندما لا تستطيعون أو لا تريدون التعبير عما يحدث على المستوى الانفعالي العاطفي أو النفسي فإن هذا الشعور يصبح دفينا أي أنكم تخفونه في داخلكم إلى أن يظهر الانفعال الذي يكبت في أغلب الأحيان هو الغضب لأن التعبير عنه يكون في أغلب الأحيان غير لائق أو صعبا وقد يكون هذا الغضب عائدا إلى مرحلة الطفولة أو إلى علاقة حالية أو العمل أو تغيرات كثيرة في حياة المرء يرتبط هذا الغضب دائما بفقدان السيطرة على الناس الذي هو أيضا المشكلة الأكثر تفشيا في الظروف المولدة للضغط النفسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر